اهلا بكم من جديد نبدأ النشرة من الشأن المحلي حيث كشفت اللجنة المنظمة للنسخة الثالثة من مهرجان البحرين تتسوق عن النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في خليج البحرين على مستوى المملكة والذي استمر ما بين التاسع عشر من يناير وحتى الثامن عشر من فبراير الفين وسبعة عشر وأكد المنظمون أن المهرجان الذي أطلقت حيئة البحرين للسياحة والمعارض مع تمكين حقق الكثير في مجال تحفيز قطاعي السياحة والتجزئة مما ساهم في مضاعفة إيرادات القطاع السياحي وزيادة إسهامه في الاقتصاد الوطني كما أوضحوا مشاهدين أن المهرجان ساعد في تضاعف عدد عمليات الشراء ليصل إلى أكثر من 130 ألف عملية وبلغ عدد المسجلين في نظام المتسوقين الإلكتروني ثلاث مرات أي 70 ألف متسوق فيما بلغت إيرادات الفنادق المشاركة مليون دينار بحريني وأدى إلى زيادة نسبة الزوار إلى 7% عن العام الماضي لما تضمنه المهرجان من فعاليات إلى جانب السوق الخارجي في خبر آخر التأمت في المنامة أعمال ملتقى الشرق الأوسط السنوي الثالث عشر للتأمين مع دعوة المشاركين إلى ضرورة تفعيل عمليات الاندماج والاستحواذ بين شركات التأمين بغية تعزيز تنافسية القطاع وقد أكد المشاركون على أن الوضع الاقتصادي المتذبذب على مستوى اقتصاديات المنطقة مع استمرار الهبوط الحاد لأسعار النفط ما يزال يعتبر التحدي الأبرز الذي يواجه فرص نمو الأقصاد التأمينية مما يحتم على العاملين في القطاع إيجاد حلول عملية لتنمية صناعة التأمين بشقيها التقليدي والتكافلي وتوقع المشاركون أن يحافظ قطاع التأمين في مملكة البحرين على زخمه التصاعدي خلال العام الجاري بفضل استمرار النمو في أقصاد التأمين على الحياة والتأمين الصحي بالنسبة لسوق التأمين البحريني نتوقع هناك يكون نمو في معدلات 6 إلى 7% بالنسبة للسنوات القادمة وقد يكون لهذا العام أو عام 2016 طبعا هذا بسبب النمو الملحوظ في أقصاد التأمين الصحي وأيضا التأمين على الحياة وأيضا لا ننسى هناك أحد أهم مساهم في إجمالي أقصاد التأمين في البحرين وهو تأمين التكافلي التحديات الثانية عندنا في السوق مثلا العدد الكبير من شركات التأمين الموجودة أو عدد الوسطاء حاليا العدد الكبير فهذه سنواجه التحديات مع بعض فكرة قضية الاندماجات المطروحة على الساحة وأن المفروض نأخذها بجدية أكثر سواء في قطاع التأمين أو في قطاع شركات التأمين أو في قطاع وساطة التأمين عقدت غرفة تجارة وصناعة البحرين في بيت التجار لقاءات ثنائية موسعة مع وفد تجاري روسي يزور المملكة حاليا للقاء ممثلي القطاعات الاقتصادية البحرينية بهدف استكشاف مزيد من فرص التعاون الاستثماري بين الجانبين وتهدف اللقاءات الثنائية إلى زيادة معدل المبادلات التجارية بين البلدين والتي وصلت إلى أكثر من مليون دولار حسب أحدث المؤشرات للتجارة الخارجية ويضم الوفد الروسي ممثلين عن جهات حكومية وخاصة وخبراء اقتصاديين وكبار رجال الأعمال والمستثمرين الروس في مجالات أعمال متعددة ويضم الوفد ممثلين عن كبرى الشركات الروسية في مجال الطاقة والتقنيات الطبية إضافة إلى العقارات والتشييد والنفط والغاز إلى جانب الاتصالات وتقنية المعلومات والمعادن الحقيقة هذه اللقاء اليوم بين الطرف أو الجانب الروسي والجانب البحريني هو لتقوية العلاقات بين البحرين وروسيا على ضوء الاهتمام القيادتين في البلدين جلالة الملك والرئيس الروسي والحقيقة فيه كان وفد على مستوى جيد ويمثلون قطاعات عديدة ونحن من جانبنا من الغرفة اهتمينا أيضا أن ندعو التجار والشركات التي تهتم في هذا المجال والتي لها طموح أيضا لتقوية العلاقات بين البلدين والآن نترككم مع أسعار صرف الدنار البحريني مقبل العملات الخليجية والعالمية النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل سناب شات تحدد اكتتابا عاما يرفع قيمتها السوقية إلى 22 مليار دولار نستعرض وإياكم مشاهدين أداء البورصات الخليجية لهذا اليوم حيث تكبدت معظم الأسواق المالية خسائر متفاوتة كانت أكبرها في سوق دبي المالي والتي أغلقت عند مستوى 3603 نقطة كما هو موضح على الشاشة مسجل انخفاضا فاقى الواحد بالمئة مشاهدين تلتها السوق المالية السعودية والتي أغلقت عند مستوى 7071 نقطة مسجلا خفاضا كبيرا بلغ 0.96% أما بالنسبة لأداء بورصة الكويت فقد أغلقت عند مستوى 6779 نقطة مسجلا خفاضا بلغ 0.16% ونأتي إلى أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية والتي أغلقت عند مستوى 4580 نقطة مسجلا انخفاضا بلغ 0.88% ونأتي إلى أداء بورصة قطر والتي أغلقت عند مستوى 10912 نقطة مسجلا خفاضا طفيفا بلغ 0.04% ونأتي أخيرا لأداء بورصة البحرين فقد أغفل المؤشر العام مشاهدين عند مستوى 1325 نقطة مسجلا بذلك بورصة البحرين الارتفاع الوحيد بالنسبة لتداولات هذا اليوم بإغلاقها مسجلا ارتفاعا نسبته 0.32% وقد تداول المستثمرون في بورصة البحرين 4.570.000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت المليون دينار تم تنفيذها من خلال 110 صفقات حيث ركز المستثمرون مشاهدين تعاملاتهم على أسهم قطاع الصناعة والتي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 600 أو 3000 دينار أي ما نسبته 59% من القيمة الإجمالية للتداول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر